أهلا بكم نتائج متبينة لعمل قتيب مواقع التواصل الاجتماعي وتويتر يتحدث عن ارتفاع تكاليف تشغيلية ب20% في 2019 لتطوير تكنولوجيا المنصة على الرغم من الحملات الاتهامية التي تعرض لها فيسبوك فيما يتعلق بحماية خصوصية بيانات مستخدميه نجح الموقع الأزرق في تسجيل أرباح قياسية خلال الربع الأخير من عام 2018 بلغت 6 مليارات و800 مليون دولار الأرباح التي نمت بأكثر من 60% مقارنة مع الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2017 فاخت توقعات المحللين لتدعم بذلك سهم الشركة الذي ارتفع بنحو 16% منذ بداية فبراير وبينما تباطأ نمو عدد المستخدمين النشطين لموقع التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم إلا أن هذا العدد نجح في تجاوز المليارين و300 مليون مستخدم كما في ديسمبر الماضي ما رأت فيه الشركة دلالة على قدرتها على الاستمرار باستخطاب رواد العالم الإلكتروني على الرغم من الفضائح وأعلن مؤسس فيسبوك مارك زاكربورغ أن الموقع سيركز خلال الفترة المقبلة على ميزة القصص أو ستوريز التي يتميز بها انستغرام التابع لفيسبوك منذ عام 2012 هذه الميزة تسمح للمستخدم بمشاركة لحظات يومه بالفيديوهات والصور من دون أن تبقى هذه اللحظات في ملفه الشخصي ويبلغ العدد اليومي للمستخدمين النشطين لميزة القصص على موقع انستغرام أكثر من نصف مليار مستخدم في المقابل توقع تويتر أن تتراجع عائداته خلال الربع الأول من العام الجاري مضيفا أن تكاليفه التشغيلية سترتفع بـ 20% على مدار عام 2019 نتيجة ارتفاع حجم الإنفاق من أجل تحسين المنصة الاجتماعية هذه التصريحات التي أعلن عنها تويتر ضغطت على سهمه التي انخفض بأكثر من 10% خلال تداولات شهر فبراير وذلك على الرغم من ارتفاع أرباح الموقع بنسبة 71% خلال الربع الأخير من العام الماضي وقد تراجع العدد الشهري للمستخدمين النشطين للموقع بأكثر من 2.5% خلال الربع الرابع من العام الماضي ليصل إلى أدنى مستوياته في عامين أما بالنسبة لتطبيق سناب تشات فقد نجح في تقليص خسائره خلال الربع الأخير من العام الماضي بـ 45% مقارنة مع الربع الأخير من عام 2017 لتصل هذه الخسائر إلى 191 مليون دولار وقد استطاع الموقع المحافظة على عدد مستخدميها النشطين والذي يبلغ 186 مليون يوميا حيث تجاوز هذا العدد توقعات المحللين نتائج سناب تشات دعمت سهمه في بوسط نيويورك حيث سجل هذا السهم أكثر من 35% من المكاسب في شهر فبراير وحده